الله هو حمدي من الناس اللي هو بصراحة دمه خايف قوي طيب جدا يعني من الناس اللي هو قلبه قبيض بصراحة والله والله بيمنتهى الأمانة يعني وإحنا مضربين طبعا في البطولة كتيرة جدا كنا نردميقا مزدوين جدا ووقف على نقطة عمر مهانس طبعا بطولة تونس لايه في أول سنة أول سنة ما كنا نحن مسكين أو تاني سنة والماتشي مع أكوة أكوة في الناكس مع كارتاج والتنين اتنين والماتشي خلاص بيروح ستة واحد ليهم اتنشر خمسة ليهم والحمد لله رب علينا يعني ربنا بيكرمنا عشان احنا يعني بنتعب وبنعمل علينا ومخلصين ومنحب فعلا والنادل أهلي والفرقة كلها وإحنا اليمن اللي كنتم بقى في الأوضة هو قعد مع أخويا شامي الكبير في الأوضة وقعد مع أحمد هو صغير في الأوضة فأنا أصر أول مرة أشوفه أحمدي كنت أنا صغير شوية هو كان جاي مع أخويا شام فطبعا أسمى حمد الصوفي حمد الصوفي حمد الصوفي ففجأة صاحي منهم ليته موجود في البيت فعملوا لي ماما ده حمد صاحب العسكو سلم عليه يعني فدخلت سلم طبعا طبعا طول عمره من هو صغير طبعا بني بقوله مش كبير بس هو طول عمره من هو صغير طبعا نجم كبير بصراحة كيمة كبيرة يعني أدرول إيه لحبيبك كابتن ياسر جاله هو ياسر صلاح هو بيقولك لما شابك في البيت بخشي مصدق نجم من نجوم كل الطيارة بقى عمد في البيت هتقوله إيه دلوقتي بعد ما أتكلم معك هو الحقيقة أنا لعبت مع هشام أخوهما كبير وياسر وأحمد انت خدت العيلة كلها من بابا خدت الأجيال كلها من بابا أخوه هشام كان من أعرب اللعبة لقلبي وكت في الجيلة القديم كت بقعد معه في القوضة فالحقيقة يعني هو بيتكلم على زكريات جميلة جدا كنت هشام ده حبيبي وكنا بنخرج مع بعض وكان دايما بحكم أن أنا مش من من اسكندرية وقاعد هنا الواحدي كان على طول يجي وياخدني ويخرجني وكده فهو بيتكلم على الواقع دي لما أنا روحت زرتهم في البيت ففجأ بي في البيت عندهم